وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات 131 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 43 طن وفي مجالي عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمية تم ضبط 88 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 710 قضايا من بينها 65 قضية خبز ناقص الوزن و86 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط 9 أطنان أقماح محلية